للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من لندن الخبير الاقتصادي دكتور محمد الاعطيفي ألا بك دكتور محمد أحنا وسهلا سبحانه دكتور محمد كان هناك تصريح لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال أن يرامكو أكبر منتج للنف في العالم أنها تنوي طرح أول سندات دولية لها في الربع الثاني من عام 2019 ومن المرجح أن يبلغ حجم الطرح المزمع عشرة مليارات دولار ما توقعك لشهية المستثمرين للسندات المزمع طرحا بالتأكيد سنجد إقبال شديد على هذه الأسهم حيث أن السعودية تعتبر إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط وكما هو معروف من المحتمل أن 2019 تشهد إقبال على النفط وهذا ما صرح به الفالح ورؤيته بأن هناك احتمالية أن يكون زيادة الطلب واحد ونصف مليون برميل يوميا في ظل ما يحدث الآن لأن لو رأينا الآن سنجد أن أمريكا قل في هذا الشهر عدد المنصات تسع منصات رغم الإنتاج الأمريكي الذي وصل إلى 12 مليون برميل هذا يعني في المجمل أن من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الطاقة وهذا بالتالي يشجع الاستثمار في هذا القطاع بالإضافة إلى أننا نجد أيضا أن فنزويلا على سبيل المثال الإنتاج لديها لا يتجاوز المليون برميل نجد أن هناك أيضا حذر على إيران فبالتالي هذا سيكون مشجع جدا وسيجد إقبال واسع بخصوص هذه السندات طيب دكتور محمد المملكة تخطط لخفص صادراتها من النفط الخام في إبريل لمدونة 7 مليون في المقابل أيضا أمريكا ما زالت تحضر النفط الفنزويلي عندما تحث الهند على وقف شراء النفط من حكومة مادورو كيف توقعتك لأسعار النفط خلال الفترة القادمة خصوصا اليوم شهدنا انتعاش بالنسبة لأسعار النفط بالتأكيد من المتوقع أن هناك بعض الأراء التي ترى أن 2019 ستشهد إقبالا على النفط وأيضا الصين وأمريكا كلاهما سيكون له دور في زيادة الطلب على الطاقة فبتالي سنجد أن كل هذه الأمور هي باعث على أن يكون أسعار النفط ربما ترتفع في ظل ما تشهد الأسواق هذه المرحلة خصوصا أننا نرى أن هناك العديد من الدول منها كما ذكرت فنزويلا وأيضا إيران لهم دور كبير أو هناك يعني عقبات أمام تصدير النفط لديهم فبالتالي يعني هناك العديد من الدولة التي من الممكن أن تستفيد من هذه التفرة في الأسعار وأيضا نقص المعروض ربما بدوره يدفع إلى ارتفال الأسعار طيب دكتور يعني بالأمس صدرت تقارير وظائف الأمريكية وكانت مخيبة أيضا بالإضافة إلى بينات التجارة الصينية أيضا لذلك الآن بدأت تزداد المخاوف نحو التباطل النمو الاقتصادي أيضا غدا ستكون هناك جلسة في البرلمان البريطاني خاص بموضوع البريكسيت والخروج من الاتحاد الأوروبي أيضا نشاهد هناك الخفاضات وعجز تجاري في أغلب الدول كيف تتوقع بالنسبة النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية في ظل هذه الأحداث بالتأكيد هناك تحزيرات من تباطئ النمو ولذلك نجد أن جزء من تصريح جورم باول كان له دور وتحدث في هذه النقطة على وجه الخصوص وقال أن الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد قوي لكن ربما يصاب بلوان نتيجة ضعف الأداء في الاقتصاد العالمي هذا يوضح أن حتى لو نظرنا إلى أوروبا على سبيل المثال سنجد أن نسب النمو والبنك المركزي الأوروبي قرر أن النمو سيكون 1 من 10% هذا العام وهذا يعتبر تباطئ في النمو لكن تباطئ النمو في منطقة لا يعني أن يكون هناك تباطئ نمو في العالم ككل ربما يعني يؤثر على النسبة لكن ربما تشهد بعض الأماكن خصوص الأسواق النشئة طفرة وهذه الطفرة ربما يكون لديها دور وأيضا في حالة المشاكل بين الصين وبين أمريكا نجد أن من الممكن أن يتقدم أو تحقق كلهما لمو يساعد فيما يحدث في العالم في هذه المرحلة أخيرا دكتور محمد اليوم ستصدر موشيرات مبيعات التجزع بالنسبة لأمريكا في ظل استقرار الدولار خلال الفترة الماضية اليوم شهدنا أيضا استقرار في الذهب هل تتوقع تنامي لمستوى الذهب خلال الفترة القادمة؟ ما زال الزهب يعني نحن نرى أن الزهب ربما يعني تراجع أولا قوة الدولار إلى حد ما نحن نرى أن هناك دولارا قوي هذا الدولار القوي بدوره يؤثر على أسعار الزهب أيضا ليس هناك تخوف يا رغم أن ما يشغل العالم الآن هو البريكزيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما تشغل بال المستثمرين في هذه المرحلة لكن بصفة عامة يعني لا نرى أن هناك حالة من حالات التخوف التي تستدعي أو تشجع المستثمرين للاتجاه للزهب كملاز آمن نحن نرى أن هناك حالة أو بعض الحلول منها ما حدث بين الصين أو الرؤية الجديدة بين الصين وبين أمريكا التي كان لها الدور والتأثير الكبير لكن الآن العالم ينظر بترقب إلى ما سيحدث في التصويت البرلماني غدا بخصوص البريكزيت وبالتالي هذا على ضوء ربما سنجد شكل جديد أو كيف ستسير الأسواق أو الزهب على وجه القصوص كملاز آمن هل سيلجأ المستثمر إلى الزهب كملاز آمن في الفترة للتحوط أم ربما سيكون هناك انفراجة أو مدة أخرى تساعد بين بريطانيا وبين الاتعاد الأوروبي من الإسعاب تساعد على نشاط الأسواق مرة أخرى من لندن المحلل الاقتصادي الدكتور محمد العطيف شكرا لك